يا ليلي يا 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 ليلي وابخر وشمع وعدا كبرت هنطلع من جسمك عفارت وابخر وشمع وعدا كبرت هنطلع من جسمك عفارت طشطن ومولع في البتنار كبه انت اكيد محتاج لك زايد يا عيني يا ليلي يا 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 ليلي وابخر وشمع وعدا كبرت هنطلع من جسمك عفارت وابخر وشمع وعدا كبرت هنطلع من جسمك عفارت طشطن ومولع في البتنار كبه انت اكيد محتاج لكي الحمد لله ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد شمعوا لكم فاخشبهم فذادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله الذي أمرنا أن لا نعبد إلا إياه وأصلي وأسلم على حبيبنا وتاج رأسنا ونور عيوننا أبا القاصب رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الأحباب في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات داء الظار لكي نعيد فيه النظر والوعي الديني لكل من يتكلم عن العلاج بالقرآن الكريم العلاج بالقرآن الكريم له معنى كبير في محتوى العلم حينما نتكلم عن العلاج بالقرآن الكريم لابد أن نعرف ما معنى كلمة علاج بالقرآن ليس المقصود العلاج بالقرآن الكريم كنتوها تقرارنا وتقرارنا هذه القناة ليس العلاج بالقرآن الكريم قرآن يتلى فحسب ليس المقصود بالعلاج بالقرآن الكريم أن المريض أو الحالة أو الشخص أو هذه المرأة أو الرجل أو الطفل يجلس أمام معالج بالقرآن أو راك شرعي ويطلو عليه القرآن فحسب لأن هذا هو المقصود بالعلاج بالقرآن الكريم العلاج بالقرآن الكريم له معنى آخر كثير مما تكلم عن العلاج بالقرآن الكريم يظن الظن الوحيد أن الإنسان لابد أن يقرأ عليه القرآن حتى يشف تكرارا قلت قبل ذلك أن الإنسان الذي يعالج أو الذي استفاه الله عز وجل من بين عباده أن يعالج الناس وأن يخلصهم بقدر الله ومنه من السحر أو الحسد أو العين أو المس لابد أن يكون عنده العلم الكافي كيف يحدد الحالة وكيف يحدد المرض حتى يتم شفاء العلاج بالقرآن الكريم هو أمر مشروع ذكره الله في كتابه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إذن أمرنا الله عز وجل أن نتداوى بالقرآن وقال المحصوم صلى الله عليه وسلم تداوى يا عباد الله ما خلق الله لكم من داء إلا وله دواء علمه من علم وجهله من جهل إذن أول شيء في أمر الإعلاج بالقرآن الكريم هو أن الله أمرنا أن نعالج الناس بكتابه وسنته وننزل من القرآن طيب يا شيخ إبراهيم أنت قلت قبل كده في داء إذار أن العلاج بالقرآن الكريم ليس كرآن يتلى فحسب كلمة فحسب لها ألف معنى ولكن المعالج بالقرآن الكريم لابد أن يقرأ القرآن على مريض ما ينفعش يكون معالج بالقرآن ولا يطلو القرآن على مريض إلا أن يطلو عليه القرآن ما معنى ذلك وما معنى ذلك أول حاجة أنا كشيخ هكون بإعلاج مريض أو لما يجي للمريض ده هل هقرأ عليه القرآن قبل السماع وقبل التشخيص وقبل معرف ما هو إيه الحالة ما ينفعش تكرارا قلنا ما ينفعش يكون حالة موجودة إلا وأن يتم التشخيص ما ينفعش أقوله تعالي ده بتشتكي من إيه عندك سحر عندك حسد عندك عين ما ينفعش كتير جدا ممن يعانوا من السحر والحسد والعين يقول لي إحنا خلاص تبنا تعبنا من المشايخ ومش رايحين من المشايختين طب ليه ليه بقى علشان هم بيقولوا إن المشايخ عندهم مبدأ واحد بس في هذه الحلقة من أولى حلقات ده الزار أسأل الله أن يسطرنا ويسطركم إن شاء الله رب العالمين لابد أن نشخص وأن نحدد وأن نقيم الحالة بما تشتكي وكيف تشتكي وما هو الدواء من القرآن ليس العلاج بالقرآن الكريم هو أنا أشخص الحالة أنت مصحور طب إيه السحر اللي عندك أو سحر إن شاء الله هتب بالقرآن عليك وهتاخد دواء وتمشي لا يتم الشفاء وإن كان الشفاء صحيح فلا يتم الشفاء طب إيه المشكلة هنا لأنه لازم يكون عندي الوعي الكامل لسمع المريض أنا بسمع مين أنا بسمع الإنسان ده هل الإنسان ده فعلا مريض هل تعرض فعلا اللي كنا عنده حسد هل عنده أعراض لسح هل قام فعلا بقرآن قبل كده يطلع عليها عند معالج انت سمعته خلاص لا أنا عشان أسمع لازم أقيم الحالة هو عنده إيه وعشان إيه وهو جاي من بيته جاي متوهم المرض بالفعل واللي هو جاي يتعالج لعلاق الصحيح الشرعي كثير جدا من المشايخ أسأل الله أن يدوم عليهم سترهم يا رب العالمين وأن يحفظهم ومنهم من أفضل مني كثيرا ولكن أنا أختلف معهم في طرق العلاق العلاق بالقرآن الكريم ليس له طريق إلا طريق النبي ولا منهج إلا منهج النبي سمعتم مني تكرارا على هذه القناة أنني أقوم بعلاج القرين بعلاج القرين فما هو القرين وما علاقة القرين بالسح أو بالحسد أو بالعين أو بالمس اسمع قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن القرين ما تولد فيكم ابن آدم إلا وتولد له قرين مثله من الجن قرين مثله من الجن قالوا حتى أنت يا رسول الله قال نعم حتى أنا إلا أن الله أعانني علي فأسلم فلا يأمرني إلا بخير الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين الشيطان وما بين القرين كتير جدا من أمهاتنا زمان كانوا بيقولوا كلمة كده للأطفال وللبنات البكر يا بنتي قوع تقف الدميرية كتير عشان تريك أختحت الأرض معنا اتصال أولا السلام عليكم علوم السلام عليكم أيها عليكم السلام إزايك يا شيخ أهلا وسهلا يا فندم معلش يا شيخ وأنا فيه سؤال عايز أسأله حضرتك شرف ليه فيه علامات ممكن تعرفني إن معمولي تحفر أه طبعا أنا بحس الحاجات كده بس أنا مش متأكدة إذا كان ده سحر ولا حسد ولا إيه بصد بص يا فندم حنان هو للسحر أنواع عديدة وكل سحر له علامات معينة وكل علامة معينة تبين على مدى السحر هل هو موجود في الداخل أو هو مؤثر بخادمة سحرنا الخارج طب زي يعني إيه مثلا يعني أنا مثلا بحس على طول أن أنا مش مستاحة مثلا أنام لا إيه حاجة على طول دايما تقلقني حاجات باشوب أحلام مش كويسة دا يعرفني إن فيه سحر مش هي دي العلامات التي تستجزب نقول ده سحر وهل هل مو الصحر إيه طب أنا أنسة ولا مدام طب أنا تعرضت الأحلام أكتر من كده طب إيه طبيعة أحلامي في نومي يعني أنت إنتي واحدة إنتي رس ولا مدام 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 حنان ديت بتعاني مشاكل زوجية بين الزوج والزوجة هل المشاكل اللي بتقام دي بتقام على أسفه الأسباب والمشكلة بعد كده بتخلص إن فيش أي مشكلة أصلا أيوة صاح دا بيحصل كده بالزبط طب هل مدام حنان بتحلم بأحلام مش كويسة في المنام تؤدي إن هي تقوم نفزوعة نتيجة حلمه معين بيتكرر معاه تكرارا في الأسبوع لا بيبقاش نفسي شكل الحم يعني الحمي بيختلف من المرة للمرة كل المرة شكل مختلف هل أنا بلاقي مثلا أرصي من زرق في جسمي بقى عزل أبتزر في جسمي وتختفي بدون أي وجع ها أوقات بلاقي كده ها أوقات طيب هل أنا تعرضت قبل كيف منامي إن أنا بقى عن مكان مرتفع أو دايما بلاقي تعبين بيتطردني أو تعبان بيقرصني قوم على وجع التعبال وأرصي في جسمي لا لا مفيش تعبين بس ممكن أحس إن أنا هاقع من حتى عالي عم مكان مرتفع؟ آه دي ممكن آه طيب حصل معاشرة زوجية في الأحلام من الأشخاص من الأقارب أو من الأشخاص أنتم متعرفهاش؟ لا لا طيب لو المشاكل بتكرر معي باستمرار بينه وبنزوجه على أدفع الأسباب أو أحلام مفزعة أمني من النوم زي هو عم مكان مرتفع دا مش جاز ما إن نقول في سحر؟ دا مش شرط إن نقول في سحر؟ آه ما ننفعش نقول في سحر كده مرة واحدة؟ دا جزء من سحر يعني مثلا إيه؟ مش كل أعراض السحر باينت فيك؟ آه ولكن دا جزء من كل؟ طب أنا أعمليه عشان نفرق إن دا فعلاً عنامات سحر ومش عنامات سحر؟ أي أقرأ السفات وقاف قبل ما نام سورة السفات سورة السفات وقاف آه لو كل مريض يسمعنا قرأ سورة السفات وصورة قاف قبل ما ينام وهو عسلها ينام ممكن يحس أنا أقول ممكن يحس بأشياء غريبة عمرها ما حصلت معاه طيب شمعنا أنا حددت سورة السفات وصورة قاف كلاهما بتكلم عن القريب سورة السفات وصورة قاف هم دون السرطين استفاهم الله عز وجل من القرآن الكريم لحدوثهم عن القرين ازاي بتحدث عن القرين في سورة الصفات قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول وانك من المصدقين سورة الصفات اكنك بتصب ميت نار على التعب اللي عندك هل هو هيزيد ولا هيقل سورة قاف كتير جدا لو بقول لها بقرأ سورة الصفات وقاف الشيخ إبراهيم فبعرف شنات الاحلام عازت قوي الخلافات زادت بينه مجوزي هل هنا يشترط ان السحر خارج الجسد ام داخل الجسد يشترط بوجود ساعتك ام 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 اقرب شيخ لك ياطق الله فيك شكرا يا مدن حنان في سؤال تاني طيب احنا قلنا كده بسيط على الامر معين احنا احنا ليش ليه قلنا ان سورة الصفات وصورة قاف لهم امر جزري في علاج المريض لا سورة الصفات وصورة قاف وصورة الاعراف تحديدا من القرآن يتحدد ويخصص كل ما هو سحر او حسد او عيد طيب هل علامات متشابهة او مشتركة بين اعراض السحر واعراض المس واعراض العين هقول لا لا بد من اختلاف في اعراض السحر واعراض الحسد واعراض العين واعراض القريب هتقول لا شيخ ابراهيم احنا سمعنا منك كلمة قبل كده على هذه المنطبة في ده الزر بان السحر انواع بان السحر انواع ما معنى كلمة السحر انواع السحر انواع دوت يعني بيتعالج معانا كل سحر بنوعه اقولك اه السحر ده معناه اننا لما تعالج هل السحر له سلطان على الجسد هقولك ان السحر والحسد والعين له علاقة بالجسد من الخارج فحسب وليس من الداخل طب يا عم الشيخ اللي بيحصل معانا في منامنا اللي بيحصل معانا في جسمنا اللي يتحرك كنبض كنبض الجنين بيتحرك في كل اعضاء الجسد هقولك القريب يا شيخ ابراهيم ما ينفعش كلمة دول دوت بي احنا عندنا اعتقاد بيقول بان الجن يدخل الجسد لا انا من مدرسة الجن لا يدخل الجسد ازاي كلام ده لا ما ينفعش يعني ما ينفعش اقول ان الجن يدخل الجسد لما رأيته من مخالفات شرعية تحدث بين معالجين بالقرآن وبين مرضى من نساء ورجال طب يا سابر راح عشيخ ابراهيم بقى كده لان احنا اول مرة نسمع الكلام ده لا سمعتوا مني كتير في داء الظار سمعتوا مني لما اكلمت قبل كده في مدرسة عدم دخول الجن هو سد الزرائع يعني ايه سد الزرائع يعني لو ان جمهور العلماء اثبت بان الجن له علاقة بالجسد من الداخل انا في هذه الايام مما رأيته مخالفات شرعية يقولون بان الجن يدخل الجسد انا اقولها وبعلو فمي لكل معالج يعالج الناس الجن ليس له علاقة بالجسد الا من الخارج فحسب اديل على الكلام دوت احنا شفنا قبل كده على هذه الشاشة حمل التنظيف المقابر حمل التنظيف المقابر دي لو فيها اصحار واعمال وهدوم ورموز هل كل هذه الاصحار وكل هذه الاعمال وكل هذه الرموز وكل هذه الملابس التي وقدت في المقابر شرط ان الجن خرج من هذا العمل ذهب الى جسد المريض لا وبرضك فيه معلومة ليس علاج السحر باتيان السحر النهاردة خدوا مني مصطلحات كده في امر علاج بالقرآن الجن لا يدخل الجسد ليس علاجهم بسحر ولا شرط ان يشفي المريض من سحر ولا حسد ولا عين باتيان الشيء هتقولتها باستنى بقىش خبرهي ده النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم حينما سحر ومكث في سحره ايام وشهور فكانتش يعرف ان المسحر والله ها ده حديث النبي وترويه السيد عائشة رجال الله عنها وارضاها قالت للمعصوم صلى الله عليه وسلم في سحره يا رسول الله فقد فعلت شيئا لم تفعله يعني ايه هل النبي محمد كان مغيبا لا حاشاه رسول الله اللي بيحدث في هذه الايام تب مرأة قعدة في البيت وروح شيخ يقرأ عليها ومجرد ما يقرأ عليها الكرآن تقول لنا غيبت عن الوعي اقول لها ما حصلش مستحيل يحصل يا شيخ مريب انا كنت غيبة عن الوعي هقولك لا كتير جدا اللي بيجي المركز او بيروح لشيخ وانا بتابع هذه الحالات بنفسي يا شيخ مريب انا كنت غيبة عن الوعي بيكنش عارفة ابو ليه اقول الكلام ده غير صحيح لا تغيب المرأة عن الوعي فلا يدخل الجن داخل الجسد فلا تعاشر منه امرأة ولا تحمل منه امرأة ومن جاءت الي وقالت اني حبلة من الجن لا قمت عليها حد الله طيب بس بالراحة بقى كده لان انت بتقول لنا كلام واللي بنشوفه عند المشايخ التاني دي كلام تاني خالص مصدق مين مكذبين صدق كلامي المحصول صلى الله عليه وسلم طيب معانا اتصال سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام في الله وبركاته اهلا وسهل معي السيخي برهيب شهاب اهلا وسهل اهلا وسهل اهلا وسهل حضراتي انا معجبة جدا 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 بحلقات حضراتك استنى من الاسباع والاسباع والسلاحة جزاك الله خير يا فندم والله الله يخليك يا فندم انا اه كنت فاكرني انا ام محمد من المنصورة اهلا سهلا اهلا كنت كلبت حضرتك الاسباع والسهد عن اه في خلاف بني بن زوجي نعم وكان اه اه اخته كتعملالي عمل تمام سحر وكده تمام فسألت حضرتك تمام قلتلي اعملي زي رؤية يعني قرآن ومية وشقة وكده تمام بس الاسب فيه اماكن عندي في الشقة زي ما بتولع كده بتولع نار كده فش عارفة ده يعني طيب بتولع نار ازاي بس اه بلاقي فيه اوقات اه يعني بايام ما صبح بدر قوي بعد الفجر تمام اه يا ام العيشة بالليل تمام ألاقي في القوضة في ولعة نار طب دخان طالع لا دخان طالع ولا ولع بالفعل لا ولع بالفعل ولع نار مشتعلة ولع نار اه طيب اه هل المكان اللي ولعت في الولع ده فيه اي مواد تؤدي الى نار يكون موجود فيها لا 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 دي في القوضة قوضة النوم بتاعتي غرفة النوم غرفة النوم اه طيب هل تقرر الموضة ده كتير ولا هي مرة بس وخلاص لا هي خدت قررت قبل مقلمة حضرتك الاسبوع اللي فات اه كزا مرة تمام وابعد حدك بقلتلي على ان انا اعمل اقرص القرآن في المية ورشاة في اركان المكان طب هلما اعملنا المية بالركة الشرعية الصحيحة ورشاة طيب صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام انا عاوز اكتجي بيلي شفشأ مية اه وتقرأي في الفاتيحة سبع مرات تمام قاية الكرسي سبع مرات الاخلاص والمعاوزتين تمام اول مية وعشرة من سلوة البكرة تمام خواتم الحشر تلت مرات لو ازلنا هذا القرآن على جبل ثلاث مرات وعاوز نرش اركان المكان كله ثلاثة ايام وراء بعض اما اعملها بعد الفجر واما اعملها بالليل بعد ما اصلي العشرة تمام وارجعي كلميني تاني وانا تحت امرك ان شاء الله طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتصالكم لنبنتكلم عن امر خطير قوي يا شيخ ابراهيم نفرق ازاي من انا غايبة عن الوعي وانا مش غايبة عن الوعي الكلام ده انا بقوله لنفسي وبقوله كل معالج يرى هذا البرنامج وكل مريض يشاهد هذا البرنامج خير نمش كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما اصحر النبي وسحر النبي محمد كان سحر تخيل وسحر تشتت كما ذكر في البخاري ومسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فعل الشيء ولم يفعله وكأنه مقيد بسلاسل قام النبي محمد واتى بسحره دون ان يخبره سيدنا جبريل مستحيل طيب هل وحي من السماء الامين جبريل نزل على النبي محمد وقال له اسعنت ودور انت وروح المعالجين ما حصلش ولكن الله عز وجل ابتلى النبي محمد بسح حتى يقول لهذه الامة انه يأتي على هذه الامة ايام وشهور وسنين يتعرض فيها الصالح الطقي حافظا لكتاب الله متبعا لسنة النبي محمد صلى الله على النبي محمد ومع ذلك يبتل بسحر يبتلى بحسد يبتلى بعين ولكن لما جيلي شيخ بغطرة وبليحية يقول لي ازاي كن مسحور وانا بقيمي الليل لست عندي افضل من رسول الله ده الامر الوحيد ان الله عز وجل ابتلى فيه النبي محمد حتى يعلم هذه الامة بان الجن ليس له علاقة بالكسد هتقول لي مستحيل جن يخش جسم النبي محمد وبرضك مستحيل بان الله يطلق لبيدي بن اليهود بن الاعصم ان يؤذي النبي بسحر ولن يخلصه الله او لن يشله الله ولكن ابتلاء النبي محمد بسحر في هذا الوقت حتى يعلمنا الله عز وجل ويعلم المعالجين بالقرآن بان الجن ليس له علاقة بالكسد الجن علاقة بالخارج وليس من الداخل بس هنا في حاجة يا جماعة طيب ما انا عندي جن جواي لا بقش ايبراهيم انت هتوهنا معك النهاردة هقول لك اه انا النهاردة هاخدك في طريق وخرجك منه ودخلك طريق تاني الطريق اللي هخرجك منه هي مدرسة دخول الجن داخل الجسد الطريق اللي هدخلك فيه بان القرير فئة من فئة الجن له علاقة بالجسد الداخلي يمنع به انجاب تمنع به زواج المد البكر تمنع به حياة اسرية كاملة ها طيب هل يتم العلاج بالقرآن الكريم في حلقة جماعية حتى يتم القراء على كل الموجودين لا طبعا هذا الامر خطأ ومن دم اخطاء العلاج بالقرآن الكريم الذين يزعمون وينسبون الى انفسهم انهم يعالجون الناس العلاج الجماعي احنا معنا مقطع من الهوى هيجهزونا المخرج دلوقتي انا بقول في هذا المقطع ليس هذا علاجهم بالقرآن خلينا اقول يعني ايه كلمة مخالفات شرعية تبنى بين الناس ويساعدون الناس بانها علاج لا لا تساعدون تعالوا كنا نبخص نشوف المقطع ده ثواني وليرجع نعقب ونقول ده علاج بالقرآن ولا مش علاج بالقرآن ده صمحت يا فنديم كده ملسونا في المغابي في محب الريح معلقا على العجار ما يجئكم من الديح إلا الله طيبطوه إلا الله طيبطوه موقع الحق موقع الحق ومثل ما كانوا يعملون حذب الله ونعم الوكيل واتبعوا ما تقل الشياطين على ملك سلينان وما يجب على سلينان وما يجب الشياطين يعلمون الناس التحر وما يجب العلم بيكين طيب هؤل المشاهد بس الذي يرى هذه الحلقة أو الذي عنده ضرايا بعلم القرآن لو الأمر ده يخص ركيا شرعية كاملة أنا أوافق على ذاتك ولكن لو أن هذا الأمر أو هذه الحلقة من حلقات الذين يقولون أننا نعالج من سع أو حسد أو نعالج أرفض هذه الحلقة الجماعية لعليق بالقرآن استنى باشي خبرهين انت عاوز تقول لي ان لو الحلقة دي اللي احنا شفناها دلوقت ان الشيخ بيكلم واتبعه ما تطلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السح الله أكبر أنا معاك انت عاوز تقول لي أيها القارئ ان ده علاج ولا ركيا لو قال لي ركيا حزائك على الرأس أنت مع السنة خلاص ما فيش كلام تاني انت دخلت في قصة أنت راكي شرعي ترقي وما عزلك فيها مخالفة هو الضح بس برضو خلاقول انت راكي شرعي ولكن لو خدتك بقى في طريق أنت معالج بالقرآن هقول لك هاده هاده أمور ليست تخص العلاج بالقرآن الكريم بشي لايقاش خبراهيم الراجل ما غلطش الراجل كرأ الفاتحة واتبع ما تطلو الشياطين وختم بقاية الكرسي وختم بالإخلاص والمعازتين تمام ايه المشكلة عندين بس دراكي شرع وما ليعني إيه علاج العلاج معناه أن هذه المرأة هي صوتت من ايه يعني أنا سأل هل صوتت عشان في ركلة شرعية وهي استشعرت بالخوف والرعب فأدت إلى صوتها وترابت على الأرض ولا ده حضر لجن ما أنا عاوز أفرق معاك أيها المعالج يا من جعلك الله في تخصص واستفاق على أن تعالج الناس أو تخلص الناس بكلام الله وبسنة النبي محمد من أكبر دكتور مشيخ لأي مجال الشفاء والعافية والمن والرحمة من الله ولكن نأخذ بالأسباب تداو يا عباد الله ما خلق الله لكم من داء إلا ولا هدواء ولكن تعال هنا أيها المعالج أنا مشكلة من المريض الأول هكلم المعالج اللي الناس بتروح له انت جعلت نفسك معالج هل عندك العلم الكافي أن تخلص الناس أو جعلك الله عز وجل واصطفاق على أن تفرق ما يبان نهاء علامات الصح وعلامات العيد وعلامات الحسد ها هتقول لي آه عندي هقول لك جميل بتعمل إيه بتكره قرآن والله كلنا بنعمل كده أولكم أنا أنا بعمل كده بس ما بعملش كده إيه اللي لما بسمع غيري ممكن يعالج من غير ما يسمع لا خمسين في المية من شفاء المريض هو استماع المريض الحياة كلها مستحر وحسد وعين ومس أنا قلت قبل ذلك على هذه المنضبة لا الحياة كلها دين الله عز وجل جعل الحياة بأكملها دين أهل العلم قال تعالوا بنا نصطلح فباب الرضا قد فتح الاستلاح مع النفس الاستلاح مع الناس الاستلاح مع القرآن يعني ايه 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 يعني نفهم كل آية في القرآن الكريم ما معناها وهل تخص هذه الحالة أم لا اسمك الله عز وجل في سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يكومون إلا كما يكوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يا ما تتكلمون عن العلاج بالقرآن الكريم بتقول لي ان السح له علاقة ضب الجسم نعم ولكن الجن يمس فلا يدخل معنا اتصال الاول السلام عليكم عليكم السلام ازايك الشيخ ابراهيم اهلا وسهلا ازاي حضرتك يا فندم الله يرفع والله يا شيخ ابراهيم احنا بنشوف الحلقة بتاعتك بترجع لنا جوانا الدين اللي احنا في ادنية الله يعيز بكرفة خبرك انا وفاء من الغربية نعم اه بعاني من الناس اللي بيعانوا من السحر انا اتصلاقت مرة بسلف السحر نعم اه والدرجة كمان وصل الامر عندي ان كل ما حد يجي تقدملي يتكلمني برا واجرب ما يوصل لحد البيت نعم يتخنق ومايتكلمش نعم ولما جايس قال ايه اللي حصل وقال لي ما عرفش انا دخلت البيت اتخنق تمام رحت لكذا الشيخ ومش قادر اقول لك اتنصب علينا اد ايه ودفعنا فلوس اد ايه تمام علشان نفك الموضوع ده تمام لدرجة ان احنا سفرنا بلادي يعني عايزة قلت احنا سفرنا لعني السحنة وسفرنا سينا كل ما نتمع عن الشيخ نحاول نروح ليه عشان نحل الموضوع تمام برضو مفيش فاجدة تمام بس عمسل انا بشوف حضرتك بعمل كل اللي انت بتقول عليه والله وبحاول على قد مقدر تمام عشان ربنا يفك عني ويلاء حل المشكلة ان شاء الله خير ان شاء الله بست العزو الحاجة بصلا على النبي محمد انت عارفة اصلى علاج ايه عند المريض ايه ان يكون عنده عزيمة واراضة ايه عزيمة الانسان واراضة الانسان لأكبر مرض موجود شفائه ولو خمسين في المية اي حالة تعالج ابام شيخ ما عنداش عزيمة وعندها اراضة الاعلاج بيكون فاشك حتى لو كان الاعلاج صح بس هل انا بتعالج من صح فعلا حقيقي واعراضه بين واعراضهم موجودة فيا ولا انا بعالج توههم ولا وه لا طبعا كانت اعراضهم موجودة فيا فعلا تمام اه تعطي الضه وضعه مستمر بدوكم من اقل حاجة ومعنداش اي امراض بدرجة اللي احنا لفنا عملت كذا تحليل وكذا اشعة ومفيش اي سبق طب المشايخ اللي قرأ عليك كان رضي فعلهم ايه وقالوا ايه يعني انا رحت في الاول لشيخ في الاول خلط عن الصلاة قلت برضي يمكن فيه شيء مسامخة فيه شيء محسودة تمام لان انا كانتش فيه مشكلة كبيرة تسبب الصلاة تمام شيخ قلت له بيحطني كذا وكذا وبيجي لحد في المنام كأنه معايا قال له بيحطر ايه تحكيته كذا حاجة قال لي لا كده الامر مش تمام كده الامر فيه صح قاعد يكبر علي وقرأ علي ايات الرقية تمام وفي الاخر قال دعاء كده وقال لي اذا كنتم موجود في هذا جسد صح تميل لي الوراء انا معرجش انا انا وقات ورا ازاي معرجش لا هنقولك ازاي دلوقتي حالا لذلك الله خير انا كنت هنمت حاجة زي كده بس ذكرتيني بيها ايو يا فانس انت عارفة الشيخ عمل ايه يا ده ما حصل بالضبط انا وقاتل ورا لأ انا هقولك والشيخ عمل ايه ايه هو افك وقفتي وقرأ عليه قرآن اه وقرأ انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني المسلمين بحق من انزل القرآن على محمد والطوراته على عيسى والانجيل على موسى اذا كان بهذا الجسد صح كل جسم من لوراء فببين لوراء لا انتم واعتيش هو عمل حاجة اسمح حضور لقرين فلما وقعتي ورا انا بس هو عمل ايه هو عمل حاجة اسمح حضور لقرين داخلي في الجسد فلما عمل حضور لقرين ايه اللي حصل انت وقعتي مع انك مسكى نفسك وقعتي الزيت مش عارفة معرفة هو ده واحد وقاتل ورا معاني حسب كل حاجة لكن وقاتل ورا انا كده في سح ودنا ملح ودنا ملح بالبيت ودنا مزق والتاني وقال التوضي كزا وانا عسى كنت متوضي ابن مقرة عليا وقال لا في السحر هنيجي على كزا جلسة تأول شيخ لما ما فيش فايد وجاله خطيب بعد كده كلمني برا وانا في شغلي كان كل شيء غير فل تيجي البيت سكر تمام انا انا اتفرط سكر ليه وقال لنا تاني يوم في شغلي قال لي معرفش انا دخلت بيتي بخناء في حاجة مش صح معرفش متكلمش اصحا طب هو الشيخ قال السحر في البيت ولا في جسمك هو قال لي انتي مسحور لك طب انت بس لمسحور لك اه قال لي المسحور لك انا عايز اقولك في خطأ هنا ايه ايه الخطأ اللي موجود انا نفس الشخص اللي زميلي في الشغل بيكلمني سح ه��요 هو نفس الشخص اللي بيجي للبيت اه انه فور هنا فيه انه فتز البيت مش في الجسد يعني لانو كلمني وانا في شغل ومي وبره كلمت تاني يوم قال لك والله انا مجال ما تغطي البيت حصل عندي خاني او دي. مش الوحيد. ده ثلاث مرات يا حسن. يبنى عالج الجسد ولا المكان? المفروض المكان. يبنى عالج جسد ليه? احنا جبنا جبنا حد في البيت بعدها لما الامر برضو تتطول لفلد لتاني مرة نفس الكلام مع واحد ثاني خالص. كان جالت قدمني برا شاتنا عندي اختي. كان دمين جود اختي وكده. تمام. شاتنا عندهم. تمام وزايل فل واتفان على كل شيء. تجيه البيت عندنا. يعني اختي قالت لي بلاشي جي البيت خلنا نبرا برا قلت نا يعني لازم برضو جي بيتنا ونشوف البيت. ناسي الكلام. دخل البيت تجيه. يبنى عالج فين? في ايه ما انا عرفش بيت. في البيت. يبنى في الجسد. اقول للشيخ يجي البيت. ها. فالشيخ قبلنا الشيخ اعلى منه قال هجيب لك حد يكون اقوى مني كمان. جزا الله خير تمام. واجه وقال والدي يقعب معنا ثم انا بقرأ عليها وقال لي توضي وتعالي صلي. وقاعد يكبر. وقال عليها الابان كذا مرة. وبرضي دكتور قاعد. قال لا تيه ما في البيت يا جميع وهي ما افعل من ممسوسة. ومعمل لها سحر هنا. وانفوق على كذا جالسة. تمام. قدر اقول لك يعني صرفنا ثلوث قد ايه. يريد كم بفايدة. بص يا بدين وفاق صلى على النبي محمد. انا كان ليا مكهولة كده في هذه المنظمة قلت خد مني ملايين الملايين. بس عالجني. اطلع بنتيجة. حل? وما تخدش مني جنيه? جنيه. وبتعالي جنيش. ولكن هناك تخبر. انت عادي تعرفي. هل انت ماريدة ولا مش ماريدة? ايه طبعا. اخرى شرت العرفة لما تنام. اه. شوف هتحسي بيه? هتتعرضي لايه? الا يحدث معاك في منامك. وارجع كلمين تاني لحد الجاي ان شاء الله اهرب بالعالمين وقول ايه اللي حصل. تمام? طيب. خلي بقى كده? يعني اقول من ضم اخطاء. العلاج بالكرآن الكريم قبل ان اتم العلاج. انا شوفت قبل كده شيخ. بيقرأ كرآن على مريض. وبيخلق المريض. بيخلق ايه? انت يا شيخ ابريب تقول كلام ده? ها. هتشوفوا حالا مقطع على الفيديو بيقول ان في شخص ما ينصب الى انفي نفسه العلاج? ويقول لك انا بعالج بالخن. تخنق مين? هو انت انفكر انت كيف تخنق الجن? ازاي? طيب هو الجن مش شايفك? لا شايفني. انه يراكم. هو وقبيله من حيث لا طرونهم. يعني الجن هيشوفني وانا بخلقه وهيستنى في الجسد. ده مستحيل اهو? انتوا شايفين اهو? شيخ فاضل جزال الله خيرا? بيخلق المريض ده. طيب هو بيخلق ازاي? مش هل? طيب ماشي. هو بيخلق ليه? عشان مصحور? طيب ماشي. ولا عشان في جن? لا يا شيخ ابريب عشان بصوا منظر بالله عليكم. ذا قرآن? هل امرنا الله بذلك? امرنا النبي بذلك? يا شيخ ابراهيم مرضي طرق من طرق العلاق. هذه طرق من طرق الوهم. والتوهم. الوهم والتوهم. يا شيخ ابراهيم انا كنت خيبة عن الوعي طمسح? انا عندي عرقين هنا بيدخوا دمي في المخ. وادمخ بيدخ دمي فيه. لما انه اخلق طم انا هغيب عن الوعي البعض ثواني. ولما هفك الغطرة رجع الدم مجتاني فانا فوقت. ولكن هل انا شفيت? يا ما تتكلمون عن العلاج بالقرآن الكريم. اعلموا جيداً ان الله عز وجل امرنا حينما تكلم عن كتابه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون عندنا العلم. مش درواشة هي. مش شخصته جاي بيها اقرأ علي اعتمنا الكرآن. مش مرأة بتقولك انا بسرع وبغيب عن الوعي وبتشنج وعندي مرض واقول لها انت مسحورة لا. لا 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 مستحيل. اوعوا تفكروا ان العجب الكرآن الكريم او الشيخ ده هو المخلص في الكون. انا عندي امور طبية لازم فيها احترم الطب. اللي عنده صرع ويقول له ده عند جن قاعد في المخ اثبت ان هو عنده جن في المخ. الصرع ده جاي لمنين? هل جاي لنتيجة ان في مشكلة في قلب المخ اثبتها الطب بيرانين على المخ؟ بلا اسم مخ؟ سمات التوحد او انا بجيب امراض الناس بتجري فيها على المشايخ. طب والطب راح فيه? هرم الطب ليه? اللي يقول لانا عندي سحر ببطني ومعدتي. ولازم اخد ترياء ولازم اتبخر بحرمل. انت جبت كلام ده منين? اللي يقول لانا باخد ترياء عشان ارجع او اخش الحمام باستبرار عشان السحر ينزل. ايها المعالجون. مش ايها المرضى. لا ايها المعالجون. جبت مني الترياء. الترياء علاجه اللي سم. وزارة الصحة. لو اثبتت بان الترياء علاجه اللي سحر. لا اثبتها الجميع. ولكن لا. ولكن اللي بيقول لي اتبخر بحرمل. اول اللي يقول لي هاتلي ملح. وخل وملح لامون. ويقرع ليه القرآن واستحمى بيه. طب وبعدين? جبت منيه? ليس بسورة النبي. جبت هل الحديث ثابت? ولخرج يا عدو الله في اني رسول الله? لا. من يتكلم عن العلاج بالقرآن الكريم لابد ان يكون عنده. كيف يتعامل مع المريض? الموضوع مش اخد اشياءه خلاص. طب انا عندي وسواس قهري ممكن يأتي من قرين. ها? عندي مرض اسمه اكتئاب. ممكن يجي من قرين. وممكن يجي من مرض نفس. اذا المسواس القهري او الاكتئاب او الاضطراب الوجداني او صمات التوحد او التوحد لهم علاقة بالقرآن. هاتلي يثبت من الطب الاول ان هذا المريض نورمال طبيعي مفيوش اي مشاكل. هتقول لي يا شيخ ابراهيم في شيخ بيتكلم عن قال الله وقال الرسول وبيعالج الناس بيقول لي هاتلي تقريم الطب هقول لك ده المعالج لو ما طلبش من المريض اللي بعالي من مرض هاتلي ورق اسبات طبي ان انت مريض او انت معافى اذا هو راكي وليس عالك. ما يعالكش حد ياركي. يقول الراكي وليس المعالك. بجيش تقول لي انا عندي سحر مأكل ومشروب بغير اسبات. هتقول لي اشيخ ابراهيم عندي بطل بتتنفخ. وصعب بتنزل. ويا عم شيخ ابراهيم مش عارف انام. ويا عم شيخ لو ما شبقى القرآن بعمل حمام باستمرار او برجع باستمرار. والسحر يخش على البنكرياس ويخش على المعدة وقالول وخش على البنكرياس. ايه يا عم كلام صح? معرفوش في القرآن. يعني ما تعرفوش في القرآن. الله عز وجل قال وننزل من القرآن. طيب انا هتعالج اهو. خينا اتكلم الاول على اللي قدامي ده. اللي قدامي ده بيقال ان ده علاج عشان المرأة تخلف. علاج عشان المرأة تخلف. يعني ده شيخ بيقال انهم معالجهم بالقرآن. الشيخ المعالج المحترم الجميل. بيقول ان هذه الاوراق علاج لانجاب. طب انا سألت الاخت اللي جاتلي هي وجوزها. وقالولي احنا عاوزين نخلف بان عشرين سنة خمس واشر سنة عشر سنين خمس سنين. بخلفناش. ايه اللي يحصل. تقول لي يا شيخ ابراهيم احنا روحنا. سمعيك. قال لأ. طب خد اوراق الطب. شاف التحليل السائل من هو تعزوك? شاف تحليل المرأة? تقول لأ هو ما تكلمش في الكلام ده خارج. طب كل اللي قالوا بتعلم ايه? بنعام من الجاب خمس سنين ما خلفناش. او خمس سنة سنة او عشرين سنة طب وبعدين? قال قرأ على قرآن. وبعد كده قال انت عندك سح وجن قاعد جوه الرحم. الله اكبر. يلي بتتكلم وتقول لي ان الجن جوه الجسد واعت في الرحم. اكبر دكتور نيسة وتوليد. ما يقدرش يجزب ان في مشكلة في قلب الرحم. الا بمنظار رحمي او منظار بطني. وبعدين تقول لي مقالش حاجة. قال لي هاتمسك. واكتب على جسم المريض. زوجتك اسفل الظهر واسفل البط. وبعد كده هنشرب خمسة سنتي مسك. على كوباية مينوكة. او عارفين دي مصيبة كبرى. ان المسك باد بكاوية ولسه لها علاقة اصلا بالكسد. زي برضو البنت اللي ما تجوزتش. ان الشيخ مجرد ما يشوفها قدامه. اي يا مام? لو الله شيخ عانت يتلسى ما تجوزتش والله العظيم وجيه ناس. طيب ماشي لقى انت مسحول ساعد تعطير. بني انا عليه بنات. انا عاوز اسمع. وبعد اما اسمع هفصص كل كلمة. وبعد كده اما اتلوا القرآن على المريض. اواخب بازباب الشفاء. حتى نخلص المرضى. يبقى في نهاية هذه الحلقة. موجز هذه الحلقة. ان السحر والحسد والعين والناس لهم علاج بالقرآن. ولكن عالج القرين. انتوكوا الكلمة دي فتكراش لحلقة الجاية. لما هنتكلم عن القرين. يبقى خدنا موجز قبل كده بان القرين هو الاصل. من قام على علاج القرين. شوف يا من السحر والحسد والعين. ولو كان السحر يتعمل ويتراش كل يوم للمريض. طب اللي بيأثر خادم السحر خادم خارج الجسد. ويؤدي الى ازاء السحر داخل الجسد عن طريق قريب. كل حلقة تاخد مني معلومة وهالطبقات هيقوم. المعلومة الاولى في هذه الحلقة. قبل ما ننام. نقرأ الصفات نقرأ قاف نقرأ الحشف قبل ما ننام. لو حصل عندي اعراض مختلفة عن حياتي وعن يومي وعن منامي. ارجع لمعالج وقول له انا سمعت كزا كزا كزا. وعاوز اتعالج من هذا الامر. مفيش معالج قريب ليك. عالج نفسك. عالج نفسك. عالج نفس ازاي? تابع معي الحلقات على هذه القناة واسمع معاي. وطبق اللي هقوله. يبقى اول نهاردة هنقرأ الصفات وقاف والحشف قبل ما ننام. ولما نقرأ قبل ما ننام الصفات وقاف والحشف انا عاوز اشوف احس بي. هستشعر بايه? وتابعوني في الحلقات. وتابعونا على التليفون. على تليفون المركز. على تليفون هذه القناة. وتابعوا معايا. حتى القاكم. الحد الجاية ان شاء الله ساعة تسعة في دق الزر. احنا عاوزين نتكلم عن قرين. يا مصر. ويتعرض عدم انجاب. ويتعرض تعطيل. ويتعرض في نسيال. ويتعرض في رسواس. الحد القادم. هنتكلم على مدى القرين. له علاقة قوية مؤسرة على الجسد. هقول لك اه? والدليل على ذلك. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. احفظوا هذه الاية. واكتبوا هذه الاية وراه في سورة الاعراف. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هناخذ هذه الحياة. هذه الاية في كل حلقات الزر. وهتدخل القرين في كل نوع من انواع السحر. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجمعني بكم الحد القادم على الخير. على هذه القناة. استودعكم الله الذي لا تضيع امانته. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا عيني يا ليلي. يا عيني يا ليلي يا ليل يا عيني يا ليل يا وروش مع وعدا كبريت وانطلع من جسمك عفريت طشطا مولع في البتنار جب انت اكيد محتاج لك زار يا عيني يا ليلي